انطلقت أعمال المجلسي الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الحديث والثلاثين والمقرر نعقادها في الأول والثاني من نوفمبر القادم برئاسة الجزائر يناقش المجلس إقرار مشروع جدوى الأعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربي ويتضمن جدوى الأعمال كذلك العديد من الأطرحات الجديدة في إطار تكامل الاقتصادي العربي أكثر من أي وقت مضى يأتي انعقاد هذا الاجتماع الهام في وقت